جدد تحية مشاهدينا الكرام وخلينا نشوف جمال الصناعة المصرية شجرة بولونيا مصغرة طبعا مشرفنا الأستاذ أشرف عربي أهلا بيك يا فندب أهلا وسهلا إيه الجمال ده؟ ده جمال حضرتك لا والله يعني ما شاء الله يعني الخشب ليه فخامة غير عادية آه طبعا طبعا شجرة البولونيا ده النطق الصحيح لها آه بولونيا أو بولونيا على طول أو بولونيا على طول طيب خليني أسرت كده لمشاهدنا المنتجات الممكنة من هذه الشجرة الجميلة هو جمال الشجرة أو جمال النوع الخشب بتاع شجرة البولونيا إنه هو فيه صفات عالية الجودة جدا الخشب ما بيقوص ما بيفتلش بطيء الاشتعال ما بينتفخش من الميا ما بيعفنش ما يبصبش بالنمل الأبيض إيزي الأخشاب عمره طويل عازل جيد للصوت والضوء والحرارة فبالتالي هو يخش في أصنعه هادية تقدر تستخدميه في كل الصناعات بل مميز في صناعات معينة اللي هي في البحر أدوات المركب الأدوات يعني في البحر بالمراكب السفن الإخوت مميز في الأنتيكات في التحف مميز جدا في الأدوات الموسيقية والعود والكلام ده كله طب تعالي نرجع لأصلها الشجرة أصولها منين أصلها الحمد لله هي أصلها من الصين وجمال أصلها في الصين هي ربنا خلقها في غابة 2.5 مليون هكتار يعني بتتكلمي فوق الستة مليون فدان موجودة في خط عرض من 22 شمالا إلى 28 شمالا ودي نفس خطوط عرض مصر إحنا خطوط عرض مصر من 22 شمالا إلى 32 شمالا فبالتالي أنت جبتيها في موطنها الأصل تاني لكن أساسها طبعا الصين ممتاز طيب حضرتك قلت إن يمكننا استخدامها في أمور كتير جدا بما فيهم السفن طيب نقدر نستغنى من الشجرة دي عن استراضنا اللي بيمثل فوق الستة وتسين في المية من احتياجاتنا للخشب هو استراضنا من الأخشاب مية في المية لا يوجد خشب ومصر ميهائي خشب تصنيع بالذات لا يوجد خشب ومصر ميهائي يعني هي التقارير بتقول ستة وتسين في المية تمام بص حضرتك هو بما إن فيه هذه الصفات كلها وخشب صلب هارد وود مش صفت وود فبالتالي هو بيخش في كل الصناعات فالتنوع طبعا مطلوب ولكن اكملنا كلنا بنجيب كل خشبنا بالدولار فلا هو يقدر يغنينا عن جميع الأخشاب اللي بنستوردها ولو قلنا مش لأ ما تتحياس لها قوي هنقول تسعين في المية ولو قلنا لأ قللها شوية مش هيئلة عن خمسة وسبعين في المية تصوري حضرتك لو استغنيت يعني من خمسة وسبعين في المية لتسعين في المية من الأخشاب اللي بنستوردها ده يفري قد ايه في العملة الصعبة طيب ممكن حد توصف لي المنتجات اللي حضرتك صنعتها من الواضح ان مزرعة حضرتك بعد التصنيع بتبتدي تدخل على التصنيع عشان تقدر تحقق قيمة مضافة للبزنس بتاعك شايفة هنا بعض المنتجات اللي ممكن نقول عليها تستخدم في ديكور أو أدوات المطبخ أو ألواح خشبية ممكن تستخدم في الأساس عمتا ده واضح ان فيه يعني الألم ده واضح ان هو تنوع وفيه فخامة والبردو السبحة والمنتجات دي كلها ايه تاني يا فندم ممكن نصنع من الأخشاب دي نستخدمها هل مثلا باركي هل غرف السونة مميز فيها جدا لانه يتأثرش بالمية وبالحرارة فعندك حضرتك غرف السونة زي ما قلت قبل كده السفن والمراكب الأنتيكات والتحف حضرتك الموباليا في اليابان دولاب العروسة لازم يتعامل بولونيا جميع الحاجات في اليابان لازم تعمل بولونيا فنطيحات السحاب في أمريكا بيعملوا الشاسية بدل عمويد المسلح عندنا بيعملوه من الحديد والحوقات كلها أخشاب بولونيا جميع النطيحات عشان طبعا أدوارها عالية وهو خفيف جدا وقوي جدا وما بيقوس وما بيفتلش عمره طويل وبطيء الاشتعال فبيستخدموه فبالتالي وبيدخل في كل الاستخدامات انت حديث تستخدميه في كل شيئا المطابخ طبعا مميز جدا في المطابخ لأنه برضو بطيء الاشتعال فمميز جدا في المطابخ الأجزاء اللي في الطيارات الأجزاء اللي في العربيات يعني المدى واسع جدا ممتاز طبعا العربيات الفخمة بتستخدم الخشف في تبلوهات يعني مش أي عربيات العربيات ذات الفخامة العالية هي اللي ممكن تستخدم في تبلوهات بتاعتها الأخشاب طيب نبدأي نتكلم عن المسألة الاقتصادية زي ما حضرتك عارف ان احتياج مصر من المنتج ده عالي جدا جدا وعندنا كل ادواتنا خلينا نتكلم على اقتصاديات الزراعة الخاصة بزراعة الشجرة اقتصاديات الزراعة في شجر الاخشاب حولتك من مكسب زراعة لمكسب صناعة واتجارة يعني منهاش علاقة خالص بمكسب الزراعة حضرتك انت الزراعة بتتمني الفداني يصفيلك 10.000-20.000 جنيه في السنة لا البولونيا يوم ما تصفيش تصفي 10 اضعاف السيارة ده المبلغ ده لان انت تخلت في منتج تصنيع تخلت في تجارة فطبعا ده منتج حاجة تانية خالص حضرتك الاخشاب على مستوى العالم عشان تطلع اخشاب او الاشجار زي البلوت وزي الصنوبر وزي الحاجات المميزة والقوية دي بتقعد من 80 سنة ل120 سنة فتصوري المكسب اللي بيجي من في 80 ل120 سنة وده محدش هيقدر يستنى المنطد دي هيجيلك في 8 سنين طب بفندم التغيرات المناخية والتقلبات المناخية طبعا في بعض المناطق بيكون فيها رياح شديدة بيكون فيها امطار بيكون فيها السيول مدى تحمل الشجرة للتغيرات دي كلها لا هي الشجرة دي مشهورة عنها انها شجرة قوية جدا متحملة جدا متحملة للظروف المناخية جدا متحملة للتقلبات المناخية جدا بدليل ان هي يعني من ضمن فوايدها العالية جدا واستحمالها العالية جدا هي اسمها امبراطورة المنافع البيئية واللي اطلق عليها الاسم ده اليابان هتجعرف يعني ايه اليابانيين فاليابانيين لما يطلقوا عليها امبراطورة المنافع البيئية واميرة دي الاشجار والشجرة المعطرة لان برضو اصهارها كتير جدا والحيطة جميلة جدا وبولينية او الفولينية او بمعنى صح الاميرة فدي كلها اسامي تؤكد لك قد هي قوية جدا ومتحملة جدا وتنفع قويس جدا في عدم التصحر وتنفع قويس جدا في يعني أنها الأثار السلبية بتاعة الأزون والاحتباس الحراري هي أعلى شجرة تقدر تساعدنا في الموضوع ده هنتكلم عن خواص الشجرة خليني أبتدي مع حضرتك بس أنا لو عايز أبتدي أزرع المزرعة بتاعتي شجرة البولونيا أبتدي أجيب الأساس المنتج منين الشتلات المشتلات بتاعته بقيت موجودة في مصر في صنف الحمد لله ودي كانت مشكلة البولونيا يعني على قد ما هي شجرة قوية جدا متحملة جدا فطبعا كمان لله واحده سلبياتها كانت في الشتلة الشتلة بتاعتها حضرتك حساسة جدا وللأسف البزر بتاعها فيه طور ساكن صعب جدا يتعمل منه الشتلات العقل بتاعة الصاك ما بتعملش منه الشتلات فهي مشكلتها في الشتلة النهاردة الحمد لله في مصر بقى فيه صنف مصري يعني الحمد لله البولونيا النهاردة من كتر ما الدول بتحاول تستغلها في العالم كله فوصلنا ل 42 صنف الحمد لله هنا في مصر فيه صنف مصري ومسجل في وزارة الزراعة اسمه بولونيا عرابي هو ده اللي نجح هنا في مصر المدى الحراري بتاعه من مينس 10 لمجب 50 فده اللي ينفع في مصر وفي الدولة العربية وفي الشرق الاوسط كله وفي حوض البحر الابيض المتوصل فبالتالي الشتلة بقت موجودة وهي ناتج زراع نسجاب بتعمل في المعمل بولونيا عرابي تمام ده الاسم التجاري بتاعها أو بس ده برضو يعني حضرتك اسمك أشرف عرابي هل فيه هناك ارتباط فطبعا حضرتك في بحث علمي تتصرف عليه مدة طويلة مع دكاترة في الجينات الورصية في مركز هندسة الورصية في أعلى جماعات في مصر فبالتالي يعني أكتر سميت باسمه حضرتك فطبعا سميناها لإسم التجاري على إسم ممتاز طيب خليني أساعد شبابنا في الاختيار دايما بننصح شبابنا أعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع اللي هينتوه أن هم ينفذوه قبل التنفيذ نتكلم ببساطة كده عن التكلفة لو جينا نقول نوعية المياه اللي هي بتستخدمها شكل الرعاية التكلفة أسعار الشتلات بتاعتها يعني نعمل دراسة جدوى مصغرة أو نحط الإطار العام لدراسة الجدوى للمشاهدين المعلومات دي هتفيدهم هتخليهم يبحثوا عن التجربة بشكل جيد بشكل سريع وبسيط عشان يوصل للمتنقل يعني حضرتك الفدان أولى الأرض أي أرض رملية في مصر تنفح وده من جمالها يعني والملوحة يفند من خاصة بالمياه لو الأرض عليها تلأملاح بس المياه قليلة الأملاح هتنفح هي بتشتغل على مياه قليلة الأملاح جميل يعني معاك لغاية ألف جزء شغالة ولغاية ألفين جزء بس بجهاز المغناطيسي اللي بيعالج الأملاح شغالة طب ومياه صرف المعالج دي مية مية والغير معالج لا ما هو مش يبقى فيه الغير معالج لأن انت هتستلمي من المحطات هتستلمي من الترع فمياه الصرف الصحي المعالج دي نقمة على مصر حضرتك عرف التلوث نقدر نتخلص منها بزراعة شجرة البلونية هنخليها كنز قومي حضرتك تعالي ديك مية صرف الصحي في مصر يوم ما تزرعش تزرع نصف مليون فدان أنا مش هايزة أقول مليون ونصف فدان لأن الماء تصار في الصحة في مصر خمسة ونصف مليار متر مكعب عشرة في المية من الحصة بتاعتنا قادرة على زراعة مليون ونصف فدان أشجار خشبية فبالتاقو دي أقوى مية ليها وأحسن مية ليها لأن ده خشب يعني دي المياه المسلة للشغل المياه المسلة ليها طبعا طبعا فدي تديك فرصة ننتي لزراعة بسحة كبيرة جدا لو دخلنا على دراسة الجدوى الفدان شامل شتلاته بشبكاته الرأي بالأسمدة اللي بتتحط في الجور بتجهيز الجور بتبقى حسب الأرض وحسب التربة من 40 إلى 60 ألف جنيه يعني 50 ألف جنيه متوسط بعد كده الفدان بيتكلف 10 تلاف جنيه سنوي 7 تلاف جنيه أسمدة و3 تلاف جنيه السولر اللي بيشغل المية يبقى 10 تلاف جنيه سنوي بعد أربع سنين الفدان ده بياخد ألف شتلة مسافات 2 متر في 2 متر بعد أربع سنين أنا بقعط على 500 شتلة بيكونوا لسا الفيعينوا اللي هو التخانة ديت فبتديني الشجرة 200 جنيه 500 في 200 بيمئة ألف 100 ألف ده أول عائد بيجيلك بعد أربع سنين لما قطعت نص الفدان المئة ألف ده رأس مالك بالكامل يعني رأس المال بتاع المستثمر أو المزارع بعد أربع سنين رجع بالكامل بعد أربع سنين تانين بقعط على الخمسمائة التانية اللي بتوصل 140 سنط محيط والمقاس ده أي شجرة تانية بتوصله في 40 سنة في البولونيا بتوصله في 8 سنين المئة ده بيدينا 3 متر مكعب خشب على أرخص سعر خشب في مصر بـ 2000 جنيه يبقى 500 شجرة في 2000 بمليون جنيه ده كده أول مكسب للمزارع في السنة التامنة ويتكرر كل أربع سنين والأصح بقى ما نقولش مليون جنيه كل أربع سنين لا نقول 200 متر مكعب خشب كل أربع سنين لأن 500 شجرة في 3 متر مكعب خشب تقريبا 200 متر شوفي حضارك تصوري 200 متر مكعب كل أربع سنين بالبلدي 50 متر مكعب خشب كل سنة حضرتك متر الأخشاب في مصر الأروى مثلاً اللي هو مشابه ليه بـ 36 ألف جنيه أنا حاسبه كده على 6 ألف جنيه ما حصلش السويدي والموسكي والأبيض اللي هي أردى أنواع الأخشاب وهي أخشاب صفت أو أخشاب لينة ما تقارنش بخشب صلب ولكن ده بأخشاب نحن وهنكسب مهما بيعنا رخيص لأنهنا بننافس دولار على الأقل بوفر الدولار للدولة من منتج أنا أقدر أعمله هنا على مياه صرف أنا بتسبب لي مشاكل مياه صرف وأرض صحروية وأرض جبال يعني فعلاً تاخذوا الصحرة بيها جميل طيب نوعيات التربة اللي ممكن يعني يسمح بزراعة الشجرة فيها فن زي ما قلت لك أي أرض خفيفة جيدة للصرف وده يرجع لكل أراضينا الصحروية يعني أي أرض رملية احنا عندنا الأراضي الرملية تلت أنواع بالبلد اللي لونها أبيض وأصفر وأحمر الأحمر طبعاً الرملة الحامرة دي من أفضل الأنواع ولكن أي أرض رملية في مصر تنفع لو أرض رملية وفيها نسبة صلت بسيط تنفع لو أرض رملية وفيها نسبة صلت كتيرة بس حجمها صغيرة تنفع طيب مخاطر المشروع يا فندم فبتالي 90% مخاطر المشروع لا هو مخاطر المشروع أن أنت ما كنتش عارفة تعمليه أصلاً يعني أنت طوال لو أنا درست صح لو أنا درست صح المخاطر تتلاشع ما فيش مخاطر أنت لا عندك صمرة بوز منك ولا صمرة دودة تبوزة ولا صمرة تطلعيها في وقت الصمر التاني رخيص طب أقدر أحمل عليها زراعات أخرى لا هو إحنا يفضل أن الفدان بيأخذ ألف شجرة فده بمقام سبع فددين أي شجر تاني بيتحط 170 شجرة في الفدان ده بيتحط ألف لكن أقدر أزرع جنبه يعني لو زراعات فدان باولونيا وجنبيه فدان زراعات أخرى الفدان اللي جنبه الزراعات الأخرى انتاجه يزيد 35% هايل بس إيه السبب؟ إيه السبب؟ حضرتك أشجار الباولونيا الورقة بتاعها فيه نيتروجين عالي جداً فلما بيقعد نوع من أنواع السمد للطربة زينياً هو بيثبت الطربة بيقلل الرمل والرياح الشديدة تيجي على اللي جنبه حماية حماية شديدة جداً حضرتك الناس كلها اللي بتزرع منجة بالذات للأسف الشماريخ تطلع كتير جداً نقولك الفدان ده هيطلع عندي السنة دي 50 طن يجي شوية هوا يوقع على الشماريخ دي الشماريخ دي اللي بتقعد وتتحول للصمرة اللي هي المنجة وقت فما طلعش حاجة خالص إيسي على كده كل الزراعات أي زرق محتاج لحرارة الشمس مش لأشعة الشمس المباشرة ومحتاج لنسمة الهوى مش للطيار الشديد فالبولونيا لما بتتعمل زي كده مصادات الرياح أي مهندس زراعي أو أي شركة زراعية تقولك اعمل لي مصادات الرياح حوالينا المزرعة تحمل مزرعة فتزود إنتاجها من 25% لـ 35% فتصوري فدان بولونيا شجر علوه 5-6 متر جنبك شايل عندك أشعة الشمس المباشرة جايب لك الأشعة بس أو الحرارة بس موصل لك الهوى بس فأكيد مع ورقه العالي النيتروجين اللي بيخاصة بالطربة مع تثبيته للطربة ما بيجيب لكيش أتربة ورمال على الزرع بتاعك فكل ده بيكون سبب في أن مزرعة حضرتك بتزيد 35% من إنتاجها لو تزرعت جنب البولونيا ممتاز ودي ميزة خفية يعني ربما مكتونة يعني معروفة وسهلة ممتاز طيب خليني يعني أتخيل مع حضرتك كده هل يمكننا إعداد استراتيجية للقضاء على استراض الأخشاب من خلال دعم شبابنا لزراعة البولونيا أه طبعا أي منطقة صناعية أنت محتاجة لها أحزمة خضرة البولونيا موجودة أي منطقة يعني ما عليش البولونيا بسبب أن ورائتها كبيرة ورائتها كبيرة جدا بتوصل حوالي نص متر وأكتر من نص متر كمان فالبولونيا بتسحب سانيوكسيد الكربون وهو السبب في الاحتباس الحراري عشر أضعاف أي شجرة تانية البولونيا بتسحب الغازات الكبريتية أنت عندك مصانع الطوب اللي على كل أول قرية في مصر كل أول قرية في مصر فأولا مصانع الطوب مصانع الطوب دي قانونة اللي لازم تزراحها حولها أشجار خشبية لإمتصاص التلوث البولونيا بتمتص الغاز الكبريتي بتاع المصانع ده ومش هايزة أقول بتتغذى عليه أو بتستفد منه فبالتالي لأ أنت عندك الأحزمة الخضرة حوليه المدن عشان الصحة العامة الأحزمة الخضرة حوليه المصانع وكل حاجة فأنت تقدر كمان محطات الصرف الصحي كل محطات الصرف الصحي استغلال كل الممتقة اللي حوليه منا من عشر تلاف لخمسين ألف فدان مفروض قانونة للموضوع ده فسلام لو استغلناهم كلهم لا أنا عايزك توعدني إن احنا ننزل نصور في مزرعة حضرتك ونعمل دراسة جدوى وننشرها على صفحة برنامجنا لمساعدة شبابنا لنشر الفكرة وخاصة في المشروعات اللي أصحابها مش متخصصين في الزراعة دي هتكون بسيطة وسهلة زراعيتها عليهم مش هيبه حسين بالمخاطر العالية الخاصة بإنتاج مستلزمات الزراعة اللي هي ممكن تبقى فاكهة أو خضار أو يعني وعايزة متخصصين وعايزة خبره أنا عندنا مزرعة في كل حتة أنا مزرعة لناس كتير جدا وفي ناس كتير خلاص فهمت وعرفت وفي ناس كتير جدا اشتريت شتلات فحضرتك موجود مزرعة في كل حتة في مصر لحنا لازم يكون لنا لقاءات عديدة بشكر حضرتك فاندل بشكر حضرتك جدا جدا وإن شاء الله على وعد يكون فيه لقاءات متعددة شاهدين الكرام النهاردة كنت حلقة كتير فيها أحداث ونتمنى تكون استمتعتوا معنا واستفدتوا كمان ويا رب نكون خبرناكم أخبار كتير مهمة بالنسبة لكم مجيدة أشوفكم على ألف خير تحياتي بقدين أحلى شباب في الكون مصر هتزرع كزا مليون هنصمم على الحلم ونوصل وطريقنا اللي ابتدى رح يكمل بالصفر هيحلى وهيهون يا ربي بفضلك قدرنا وعلى كل العقبة بدي نسورنا والصحراء الصفرات خدرها وصعدنا بيدنا نطورها باسم اللي على الله توكلها حددنا غدفنا وسكتنا بقدين احنا هنزرع عواتنا واللي بينه